ازاي نمسح زاكرة التخزين المؤقت في تطبيق بنتارست ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشور ناردة كده هقولك ازاي نمسح زاكرة التخزين المؤقت في البنتارست بس يا ريت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعملي لايك للفيديو داي ولو اقل مرة تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناة يلا بينا نروح مع بعض كده على بنتارست وطبعا احنا بدأنا خلاص نتكلم عليه وهنتكلم على كل ما يخص البنتارست الفترة اللي جاية وكمان ازاي نزود المتابعين بدون يعني مجود او اي تعب ازاي تزود متابعين للبنتارست فيلا بينا نروح كده نفتح التطبيق بالشكل ده وبعدين بابدأ اضغط على علامة او صورة الملف الشخصي بابدأ نضغط عليها وبعدين بيظهر لك بالشكل ده كده بابدأ ان اضغط على العلامة دي علامة الاعدادات او الترس بيجي لك الاعدادات بالشكل ده بابدأ ان اضغط على حاجة اسمها الخصوصية والبيانات بابدأ ان اضغط عليها وبابدأ ان انا انزل خالص تحت للصفحة هنا مسح زاكرة تخزين مؤقت للتطبيق بابدأ ان انا اضغط على مسح زاكرة التخزين المؤقت تم مسح زاكرة تخزين المؤقت يعني انا كده مسحت زاكرة التخزين المؤقت بكل سهول بس كده عندك اي سؤال اوسطف صار اكتب لي في التعليقات انا برض على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته